السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مجلة الطبخ ظهراء العديد من المشتركين تلبون مني خبز الطوست ويكون مجرب وناجح بالطبع اليوم ان شاء الله الوصفة ناجحة 100% ولدي ده بزاف بالنسبة لي كان اتمدها في الفطور بزاف ولتحضير صندويتشات الخفيفة إذا كانت تفاعل مع الوصفة زوين غدي نحط لكم وصفة أخرى بالحبوب الكاملة صحية 100% وكذلك بعد الصندويتشات اللي كانت نحطرهم بهذا النوع من الطوست كالعادة غدي تلقاوا الوصفة بالتفصيل في صندوق الوصف وانتمنى تديروا جاملة فيديو تبرتجوا مع أصدقائكم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد كنحتاجوا 500 جرام ديال بقق البيض 12 جرام ديال الملح او لا حسب الدوق 25 جرام ديال السكر الخاشين 5 جرام ديال الخميرة او حسب سخونة الجو 30 جرام ديال زبدة 100 ميليليتر ديال الحليب او لا تلوتين ديال كاسل انباء اللي السيعة ديالو 160 ميليليتر و 200 ميليليتر ديال الماء اللي كيجيو جوج ديال كيسان عمرين تلوتين ديالهم اول حاجة كندير الملح والسكر والخميرة والزبدة بحرارة المطبخ فهي تقريبا دايبة لان المطبخ سخون بزاف ثم كنضيف الحليب والماء وكنجمع كل شي في مرة واحدة وما كان ديالكوهاش غير كنجمعوه العجين باشتيبقنا الخبز فتي وما كيجيش مطاط ملي كيطيب فملي كنجمعها بسرعة كيف شفتو كنغطيها بالبلاستيك او كنخليها المدة بالنسبة لي تقريبا 10 ديال دقايق او حتى تخمر على هاد الشكل او كناخد قالب خاص بالطوست اللي هو هادا مغلف بورق الطهي ودهما كان شمتوه فر ممكن تستعمله قالب الكيك الطويل على هاد الشكل مدهون كذلك حتياطا باش ما يلصق الناش كنوضع العجين فوق سطح العمل وكنقوم بهاد الحركة يعني كنلفوه لنفسه بسرعة وكنوضعه في القلب كنسوي الوجه ديالو بيدي ومن بعد كنغطيه كنخليه يتخمر مرة تانية وباش كنعرفوه وجد من اللي كنفتحه اليه كيخص نوضع الاصابع ديالي فحال هاد الشكل ويلمسو العجين غير شوية كنعرف بان العجين وجد وخصنا ندخله للفرن والفرن خصو يكون مسخن على درجة حرارة 220 يعني سخون بزاف والمدة كالتراوح ديال الطهي ديالو ما بين 30 أو 35 دقيقة من اللي كيطيب كنخليوه يدفه شوية وكنقلبوها لهاد الشكل فوق شبكة وكي كيبالكم فهو كأنني عجبته من المخبازة لكن بالطبع كتكوني حضرتيه في البيت بدون مواد حافظة او اضافات انتي ما كتعرفيش اشنا هي ومن اللي احسن تخليهي بات عد قطعه ممكن نحتفظو به بدون تلاجة 3 ايام وبتلاجة 6 ايام وفي المجمد مدة شهر قدميه لفطورك او لفطور الاسرة ديالك بس حاول راحة احبائي نتلقوا في وصفة قادمة ان شاء الله